السلام عليكم معكم محمود ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له بإذن الله ثم أما بعد ماذا بعد الحرب الأوكرانية؟ بعد نهاية الحرب بعد نهاية أي حرب بيكون في ضحايا في آلام ولكن بيبقى في أحلام وطموحات للمستقبل ما بعد انتهاء الحرب وفي عادة إعمار في عادة إعمار البلد هتبقى وظائف جديدة فرص جديدة للعرب والغيرهم لدول زي أزربايجان لتاجكستان شعوب كتيرة من الشعوب المحيطة هتبقى جاهزة أن هي تروح تعمر البلد من أولو جديد فلوس هتضخل كتير من أوروبا ومن روسيا في الأوروز الروسي من أوكرانيا القديمة فهتبقى فيه اوبروتينيتز كتير هيبقى فيه فرص جديدة واعدة من الفرص اللي تهم المواطن العربي هي فرصة بدأت مع بداية الحرب الأوكرانيات النازحات من أوكرانيا أو حتى لو موجودين في أوكرانيا بقى حياتهم في أزمة وأصبحت محتاجة إلى عائل بالذات لو معها طفل أو تركت عملها ومعاش أطفال أو فقدت أسرتها أو 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 كل اللي تعرضت لأزمات أكيد هتبقى محتاجة تتزوج في الوقت اللي فيه طلب كبير من الجانب العربي على الزواج من أجنبيات عموما فالأوكرانيات بتبقى سوقهم رائج في هذه الفترة ومن بداية الحرب بدأت تظهر هذه الأمور عن طريق التواصل عن طريق الإنترنت واحدة أتكلم واحدة أنا في بولندا أنا في أوكرانيا منها حالات نصبة حصلت على شباب عربي ابعت لي فلوس وجيلك ابعت لي فلوس ونتقابل في تركيا ابعت لي فلوء يوم ابعت لها وما يحصلش أي حاجة وتطلع الموضوع نصاب أو نصابة بيتضحك عليك وفي حالات كانت جادة ولكن لم تكلل بالنجاح بعده برضو مصاريف ونتقابل في دبي أو خدني عندك دبي لما هو وقعت في دبي وتبقى مقابلة لم تكلل بالنجاح وبعد المقابلة خلاص تعمل له بلوك وانتهي تلقص أنا بتكلم على ما بعد انتهاء الحرب بقى وشروط الفتاة الأوكرانية بعد الحرب غالبا هتكون مش عايزة تعيش في أوكرانيا وفي منهم حابب بلده قوي تقول لك بص انت مقدر عندك فلوس ما تيجي نتجوز تتجوزك يعني أو تتجوزها وتعيش في أوكرانيا تقول له تعمل إقامة وبتاع ودلوقتي أوكرانيا بتسهل موضوع الإقامات وبتسهل موضوع الجنسيات فتقعد وتعيش هنا وتعمل مشروع وابقى مش بعيد عن أمي مثلا أمها موجودة مسنة أو بعض الحرب أبوها مات أو أمها ماتت فبرضو أنا بتقول ده أنا هرعب أختي أو ولد أختي بيبقى فيه علاقات أسرية عن نوع قوية برضو بعض الأحيان فبتبقى علشان ما تبعدش عن أهلها وعايز تقعد في أوكرانيا فهيبقى نصيبك لو واحدة من النوع ده لو نصيبك كده هتبقى محتاجة تقعد في أوكرانيا تعال عيش معايا في ألمانيا أو في البلد اللي أنا فيها اللي هي البلد المهجر وقت الحرب وفرصة كويسة ليك أنك أنت تعمل كذا وكذا فيجي لها سياحة ويشوف بقى ظروفها هين اللي ألمانيا إزاي أو هولندا أو البلد اللي هي استقرد فيها فيه نموذج التالت اللي هو تقول لك لا خدني عندك بقى تركيا أو خدني عندك مصر أو خدني عندك دبي هاجعيش معاك عندك نتجوز فلاحظ إن هيبقى العرض كتير فلو واحدة حطت العقدة في المنشار وقالت لك لازم كذا وإلا مش هنفع الجواز وقال لأ باي باي الموجود كتير مش بحضك إنك أنت تهد علاقة مبنية على التفاهم والصدق والمحبة ولكن أنا بحضك إنك ما تهدش حياتك كلها عشان الصدق والمحبة اللي ما بينك ما بين واحدة لسه عارفها من شهرين ثلاثة فكلامي أعتقد واقعي صح؟ يعني واحدة محترمة مهذبة وشفت عليها خير ولكن تقول لك مش هنفع غير كده طب يا ستي ما ينفع لا هو يعني سيب شغلي وحياتي كلها وحقود عندك في أوكرانيا عشان أنت عايزة تعودي بأولاد أختك مثلا فمش منطق يطلق لأ هو ده الحل الوحيد أنا مش هقدر عيش في دبي مش هقدر عيش في تركيا مش هقدر عيش في مصر مش هقدر عيش في أمريكا لاحظ أن برضو أن في عروض بتيجي وتنهال عن طريق الإنترنت بنات كتير أوكرانيات نشوتين على الإنترنت في البترة اللي هي بعد الحرب أو أثناء الحرب حتى جالها عروض زواج وناس بتعرض علاقة من أمريكا من كندا أمريكان وكنديين وفي منهم يعني من من أعراق أخرى من أصول أخرى ولكن عايشين في أمريكا وكندا فأعتقد دول هيكون كفتهم راجحة أو الكفة الأثقل فخلي بالك أن برضو في منافسة حضرتك مش الوحيد فبجيب لك من ناحيتين يعني آه المعروض كتير ولكن في نفس الوقت مش كتير قوي زي أنا حضرتك في أكرة فماذا بعد الحرب من نصيبك من الزواج من أوكراني قلت لك السيناريو ممكن يكون عامل إزاي فبجيب لك من جانب اللي هو يمكن مش واضح لك قوي الجانب اللي واضح لك أنها أمورة وجميلة ويثبت البل في ظروف خاصة وهي أصلا كانت شغالة شغلانة كويسة ويعني تأستأمنها أنها تبقى أم أولادك في المستقبل ده كله جميل وده المعس الحلو الترطة من فوق ولكن من جوه بقى فيه إيه أنا بقولك اللي جوه طلبتها إيه خدني عندك دبي عايش عندك عايزة تعيش في دبي وهي نفسها تعيش في دبي عشان تشتغل وكده ممكن واخدك بريدش فبرضو تأكد الموضوع ده في واحدة كتير أول ما تعرف أنك عايش في دبي تقول لك خلاص أنا حبيتك واحدة أول ما تعرف أنك عايش في اسطنبول آه أنا حبيتك بعتلي الدعوة بعتلي التذكرة اعمل لأي حاجة فخلي بالك اللي هي المدلوقة قوي دي برضو مش تمهن مش صح فالأوكرانيات أوكرانيات ما بعد الحرب ممكن فيه منهم كويسين جدا وفيه منهم فخ وفيه منهم اللي هي حياتها الشخصية مش عايز نسميها حاجة تانية ولكن حياتها الشخصية اللي هو أنا هنعيش كذا هنعيش في البلد الفلانية بالشكل الفلاني تعال عندي أوكرانيا تعال عندي ألمانيا طبعا لو ألمانيا هتبقى أحسن لكن أوكرانيا هتبقى لا فيه فرص آه زي ما قلت لك ولكن على ما البلد ما يبقى فيه بلد هتحتاج لك وقت طويل فخلي بالك من النقطة دي ده كان كلامي النهاردة باختصار فيه حلقة تانية مفصلة على أوكرانيا ما بعد الحرب هيبقى شكلها ازاي ولو روحت انت قررت تعيش هناك هيبقى ظروفك عاملة ازاي دي هتبقى حلقة مفصلة ان شاء الله جاي وريب بإذن الله سبحانك الأمة وحمدك أشهد أن لا 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 استغفركوا أتوب ولايك شوفكم على خير حفظ الله السلام عليكم